اشتركوا في القناة وقبل ان نبدأ اصدقائي اعجبني هذا المقطع شاركته معكم في السابق ولكن لغرابة الفيديو اعجبني كثيرا خصوصا هذا العملاق لاحظوا التقة الزائدة بالنفس ما هذا العبت بصراح المهم اتمنى ان يعجبكم وكما تلاحظون كل شيء ممكن في الفنو القتالي المختلطة وكي لا اطل عليكم نشاهد الفيديو وكما تشاهدون بداية قوية من المقاتل بوب ساب لكن ايضا ستلاحظون ان المقاتل المحترف ارنيستو هوست يعني يلعب بطريقة ذكية جدا ومحترف في الحقيقة رغم ان الفارق كبير في الوزن وفي الطول وفي القوة البدنية الا ان النزال بصراحة ممتع لم ينتهي النزال بعد فقط اردت ان اشير الى هذه النقطة ان بوب ساب مندفع كثيرا ويعتمد كثيرا على الملاكمة وينسى ان الكيك بوكسينج فيه ضربات بالارجل لكن ربما يصعب عليه ذلك حتى في نزالات اخرى شاهدت انه لا يضرب كثيرا بالارجل انما يعتمد على الملاكمة لاحظوا طريقة الهجوم ولاحظوا كيف يراوغ وهذا هو المقاتل المحترف الذي يدمج بين الملاكمة والضربات بالارجل وينسق عنده تناسق تناسق عفوا احترافي في الكيك بوكسينج ولا تنسوا اننا سنتكلم عن كل شخص من هو بوب ساب ومن هو ارنيستو هوست وهنا تشاهدون سقوط الوحش العملاق بضربة قوية لاحظوا لكنه يتحمل ويستأنف النزال من جديد بصراحة طول بعرض حائط بشري ان صح القول لكن رغم كل ذلك وستلاحظون انه او بما انه لا يستطيع استخدام الارجل في النزالات فستلاحظون في سجله الاحترافي انه يخسر كثيرا وبالضربات القاضية فكما لاحظتم بعد معاناة وصبر وتحمل في النهاية يوقف الحكم النزال وهنا نلاحظ ان بوب ساب يريد ان يكلم او يصافح ارنيستو لكن ربما غضب بسبب ان الحكم اوقف النزال وكان يريد ان يقاتل وعندما تشاهدون سجله الاحترافي ستجدون انه واجه اقوى المقاتلين مثل روب كامان و جيروم لوبانير ستيفان ليكو وغيرهم اذا ايها الاعزاء كما شاهدتم فيديو ممتع ويعني مرعب بصراحة ضربات قوية عنيفة جدا والان نتكلم عن المقاتلين نبدأ اولا بالمقاتل الهولندي ارنيستو هوست من مواليد سنة 1965 الطول متر وتسعة وتمانون والوزن 108 كيلوغرام لاعب كيك بوكسينج محترف وبطل العالم اربع مرات لاعب 121 نزال احترافي فاز بتسعة وتسعون نزال منها اتنان وستون بالضربة القاضية وخسر واحد وعشرون مرة منها احدى عشر بالضربة القاضية واجه العديد من المقاتلين المحترفين مثل بيتر ارت ستيفان ليكو جيروم لوبانير روب كامان وغيرهم من المقاتلين واما المقاتل الامريكي بوب ساب فهو من مواليد سنة 1973 الطول متر وستة وتسعون والوزن 149 كيلوغرام لاعب 31 نزال احترافي في الكيك بوكسينج فاز باثنى عشر نزال منها تسعة بالضربة القاضية ولكنه ايضا خسر تسعة عشر مرة منها اثنى عشر بالضربة القاضية وهذا شيء طبيعي لانه يعتمد كثيرا على الملاكمة فقط ولا يركز على الضربات بالارجل وحتى في الفنون القتالي المختلطة كان يخسر كثيرا فقد لعب 33 نزال احترافي في الامامي فاز باثنى عشر نزال منها تمانية بالضربة القاضية وخسر عشرون مرة في الفنون القتالية المختلطة منها خمسة عشر بالضربة القاضية اذا كان هذا هو موضوع الفيديو من فضلك ادعمنا بلايك وتعليق في هذا الموضوع شاركنا رأيك ما هي النزالات التي تريدون ان نتكلم عنها مستقبلا وايضا اذا كنت اول مرة تشاهد قناة اشترك فالاشتراك بالمجان وفائل جرس ليصلك اشعار بكل جديد تحياتي واحترامي لجميع المتابعين اشكركم على حسن المتابعة نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم